نتحول إلى الشأن اللبناني فبعد استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي إثر التوتر مع دول الخليج بسبب مواقفه عقد اجتماع وزاري اقتصادي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور عدد من الوزراء واقتصاديين ومسؤولين في الجمارك اللبنانية موضوع البحث الرئيسي تركز على إعادة فتح الخطوط مع دول الخليج وقد أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أنه تمت متابعة موضوع التصدير إلى السعودية وأن الحكومة ستقوم بإجراءات عملية بشأن كل ما يمكن أن يهدد العلاقة مع الدول العربية هل تنجح الحكومة اللبنانية في إعادة الثقة مع دول الخليج وهل يمهد هذا الاجتماع لعودة مجلس الوزراء للانعقاد معنا الآن من بيروت الكاتب والباحث السياسي جون فغالي سيد فغالي مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار قبل الحديث عن العلاقات اللبنانية الخليجية اجتماع وزاري اقتصادي مصغر هل هذه هي الآن سمة الاجتماعات بما أن الحكومة بشكلها الكل غير قادرة على الاجتماع هل هذا ما نتوقع الآن اجتماعات بالانفرق؟ مساء الخير الاجتماع الوزاري هذا المساء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور خمسة وزراء مؤصف أن نقول أنه فشل لأن ما هو مطلوب هو أن ينعقد مجلس الوزراء لا أن ينعقد مجلس وزاري لا يستطيع أن يصدر أي قرار رئيس الحكومة الأسبوع الفائت تحدث عن أن الحكومة ميشي ولكن مجلس الوزراء غير ميشي سيدي هذه هرطقة لا شيء اسمه حكومة وشيء اسمه مجلس وزراء إذا لم ينعقد مجلس الوزراء فإن الحكومة تعتبر حكومة تصريف أعمال عمليا لا تستطيع أن تتخذ أي قرار ثم أن ما حدث في السعودية بين الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي في بند يتعلق بلبنان هذا البند استراتيجي جدا يتحدث عن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ويتحدث عن تطبيق القرارات الدولية ولسيما منها القرار 1559 ما جرى هذا المساء في الاجتماع الوزاري تحدث عن ضبط الحدود وعن ضبط التهريب وعن ضبط المعابر هذا كلام نسمعه في لبنان منذ خمس سنوات الحكومات المتعاقبة تحدثت عن ضبط الحدود لكنها لم تنجح التهريب ما زال شغالا ضبط الحدود غير مطبق التهريب يتم عبر المعابر البرية عبر مرفق بيروت عبر مطار بيروت كل ما حدث هذا المساء سبق أن اتخذ في أكثر من مرة اتخذ في حكومات اتخذ في بيانات وزارية الليلة مجلس وزاري لا يستطيع أن يتخذ أي قرار المسألة أبعد من ذلك بكثير سيدي حين صدر البيان في السعودية البيان الفرنسي السعودي المشترك ردت الفعل الأولى من حزب الله أنها هاجمت البيان لأنه تحدث عن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية حزب الله لا يقبل بهذا الموضوع ثم إن مجلس الوزراء لن ينعقد إلا بعد تطبيق شرط وضعه حزب الله وحركة أمل وهو قبع المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ سأعود إلى مسألة البيان وكيف أن البعض في لبنان شعر بالتفاؤل إذا هذا البيان واعتبره بداية صفحة جديدة في العلاقات ولكن قبل ذلك لنعود إلى مسألة الحكومة واجتماعاتها أنت وصفتها بأنها حكومة تصريف أعمال ولكن حتى تصريف الأعمال بحاجة إلى آلية معينة آلية اجتماعات آلية اتخاذ قرارات ولو بمستوى معين هل يمكن بالفعل وصف الحكومة حاليا بأنها حكومة تصريف أعمال هل بإمكانها بالفعل أن تصرف أعمال تصرف الأعمال في النطاق الديق بما معناه هناك قرارات إدارية متخزة سابقا تستطيع الاجتماعات الوزرية أن تتابع تطبيقها لكن المطلوب اليوم هو أكثر من اجتماعات وزرية مطلوب انعقاد جلسات دورية لمجلس الوزراء لاتخاذ قرارات أساسية وضرورية البيان الوزاري تحدث عن تعافي اقتصادي اليوم نتحدث عن معالجة التهريب موضوع التهريب وخصوصا تهريب المخدرات بات لازمة في لبنان كل حكومة تأتي تتحدث عن وقف التهريب معالجة التهريب ضبط التهريب سيدي كيف تستطيع أن تعالج التهريب طالما أن انتاج المخدرات يتم في مناطق خارج سيطرة الدولة اللبنانية إذا كان الانتاج خارج سيطرة الدولة اللبنانية والمعابر خارج سيطرة الدولة اللبنانية وبعض المنافس في مطار بيروت خارج سيطرة الدولة اللبنانية كيف تستطيع أن تضبط كل هذه الأمور إن التفاؤل الذي تم الحديث عنه في بيروت هو تفاؤل مصطنع ليس تفاؤل حقيقي لأن التفاؤل الحقيقي أول تأثير بموضوع التفاؤل الحقيقي هو سعر الدولار طالما أن الدولار في السوق لن أقول السوق السوداء بل السوق الواقعية ما زال يرتفع فأين التفاؤل سيدي هنا السؤال قرأنا الكثير من التحليلات وسمعنا الكثير من الإراء منذ أن صدر هذا البيان منذ زيارة الرئيس الفرنسي للسعودية يتحدثون عن بداية صفحة جديدة في العلاقات بين لبنان وبين المملكة وأن هناك حتى البعض ذهب إلى حد وصف المسألة بالاختراق الذي حقق الرئيس مكرون هل بالفعل يمكن وصف هذه الزيارة وما سمي بالمبادرة باختراق؟ لا اختراق ولا من يختركون إذا تابعنا وسائل الإعلام السعودية وسائل الإعلام السعودية تقول أن المطلوب هو تطبيق القرارات الدولية المطلوب وضع حد لسلاح حزب الله ما دون ذلك كل الكلام عن اختراق هو كلام في غير محله لماذا نبيع الناس تفاؤلا في غير محله؟ لماذا نوهم الناس أن هناك اختراقا؟ سيدي ليس هناك من تفاؤل ليس هناك من اختراق الاختراق الحقيقي هو أن يطبق لبنان ما صدر عن البيان جاء مكرون بوجهة نظر معينة عرضها على ولي العهد السعودي لكن البيان صدر بوجهة نظر المملكة وجهة نظر المملكة تقول لبنان واقع تحت احتلال حزب الله لبنان واقع تحت موضوع السلاح غير الشرعي هناك مطالبة بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية هذا القرار لا يوافق عليه حزب الله إذا كان حزب الله يمنع عن عقاد جلسات مجلس الوزراء ما لم يتم قبع محقق عدلي فكيف سيقبل بنزع سلاحه؟ شكرا جزيلا لك الأستاذ جون فغالي الكاتب والباحث السياسي كان معنا من بيروت ترجمة نانسي قنقر